الاصل الاصل في السياسة الاصل انك تطلع الفقير ده توصله اولا انا طبق انا عايز ازاي المجتمع الامريكي ما عنديش حاجة اسمها هش انا عايز الستة وعشرين والسبعة وعشرين دولار يبقوا طبقة واحدة وبالتالي نظرة اي سياسي او اكتصادي او اي وزير في الحكومة الشيء عمراء اكتصادي لازم تقديه قدامه انا شغلتي ازاي ان انا اولا طبقة الوسطة دي ترجع وسطة مكتملة على بعض الهشة ترتفع الوسطة والوسطة بعد كده تكبر ليه بقى ليه الوسطة مهمة وليه دايما هتمين بالطبقة الوسطة لانه ببساطة شديدة طبقة الوسطة دي هي طبقة معها فلوس اكتر يعني بتسد احتياجاتها وعندها انفاق اكبر من الاحتياجات بتاعها فهي بتحاول انها تشاغل اخرين فلما بيجي حد يعمل مصنع او يعمل شركة صغيرة ما بيقدرش يجيب التكنولوجيا العالية بفلوس فبيضطر يجيب تكنولوجيا لكن الغاني اوي بيجيب اعلى تكنولوجيا في العالم فبيعين موظفين اقل وبالتالي طبقة المتوسطة اللي ما بنقول هي صمام امان المجتمع المصري ده كلام حقيقي لان انت كل ما بتزود طبقة المتوسطة دي كل ما فرص التشغيل وحركة الاموال اللي نتجه عنها وتطور المجتمع بيزيد ونفس الطبقة العليا هي صاحبة المصانع والشركات الكبرى اللي بتشغل الموظفين عندها باجور كويسة فيبقى في الطبقة الوسطى بيشتغل معايا وساند بس انا هايز اقول لحالك بقى ده مؤشر مثلا على السياسة مثلا اقدر اقول لحالك من الحاجات اللي بتأثر جامد على الطبقة الوسطى لما تجي تشوف الأرقام الكهربا مش هتكلم في الزيادات اللي احنا مقتنعين ان انت كنت في قزم الكهربا وكان لازم انك تتوسع وتعمل الكهربا عشان تقدر تسد لكن لما نيجي نقسم ونشرح الشرايح وزيادات الشرايح على مدار من 2016 لحد النهاردة احنا عندنا سبعة شرايح في الكهربا هنلاقي انه الشرايحة الاولى من صفر لخمسين كيلو واط والتانية من واحد وخمسين لمية يعني كل مصرين حفظين والتالتة من صفر للمتين وغيره الشرايح دي كالقاتي السلايد دي مش موجودة يعني دي ارقام عندنا بقى الشرايحة الاولى زادت من 16 لحد النهاردة 640% 640% التانية زادت 527% التالتة زادت 642% الرابعة زادت 606% الاربع طبقات دولة تقدر حددتك تعتبرهم في الهشة؟ لا ده فقير وهش ومتوسط الخمسة زادت 470% الستة 282% السبعة 286% بس النسب دي بناء على قاعدة الزيادة القاعدة اللي بزيد على اساس يعني كان بيدفع خمسة جنيه فانت لما خليها 15 غير لما بيدفع 500 جنيه وانت بتخليه 600 او 700 لا انا بحسابها بالكيلو واط انا حاطة رنج الكيلو واط الاستهلاك الشريحة نفسها بزود عليه وبالتالي انت لما تيجي ببص على هنا انا دايما بقول حاجة انه الطبقة المتوسطة دي لما تيجي حدراك تشوف التشريح اللي احنا عاملينه في الدراسة وهي تبقى متاحة بكرة على كل السوشيال ميديا ووسائل اعلام بتاعت الحزب وغيره على مسألة التشريح اللي موجودة لا حدراك دايما الطبقة المتوسطة وكتير من الطبقة الهشة ده واحد ما بياخدش من الحكومة حاجة ما بيشتغلش في الحكومة وده ما انشغل في القطاع الخاص فده راجل نقدر نسميه دافع درائب ده راجل بياخد درائبه بش كلهم يا فندق بش كلهم كتير منهم هش لكن لما تيجي تتكلم لان انا تتكلم في 3500 جنيه ده اعتبر هش اه ما نفهم اصد حاجة بتقولي ان الطبقة المتوسطة دي بتشتغلش عند الحكومة اغلبها اغلب المتوسط ما بيشتغلش في الحكومة اشتغل في قطاع الخاصة انما الهشة بيشتغل في الحكومة طبعا العالي في الدرجة الاولى والتانية ده طبعا ده متوسط لكن انا بتكلم على العموم لايش شرح بقا متوسط يا سادت النائم ده وكيل وكيل كلية الاصر العيني اللي هو بقى الاستاذ شوف الواحدة ده ديه الزمن يعني طلع معاش اربعة تلاف ومتين جنيه يعني في الهشة حضرتك ايه طبعا لا المعاش قصة تانية ده لو مفيش عيادة هو في الهش في الهش لا المعاش قصة تانية بس خلينا نحسبها في داخل وهو في الجامعة ايبقى اكتر من كده لكن انا اللي انا عايز اقول حداك عليه انه الطبقات دي الطبقة المتوسطة دي بتشرحها مثلا واحد ابنه في مدرسة تجريبي خلاص مش في مدرسة ناشونال ولا في انترناشونال لا نزله حكومي خلاص ده الراجل ده بيشتغل وبيعمل ده هتلاقيه طول حياته بيدفع دراية بس بيدفع قيمة مضاوفة ويدفع دراية فدول اكتر ناس محتاجين خدمات واكتر ناس ده مشكلة انه السياسات الاقتصادية في اغلبها ما بترح لهمش ما افهمه من هذه الدراسة ما لا يطرحه حزب العدل من خلال هذه الدراسة هل فهمت بشكل صحيح ولا لا صحاح لارجوك ست الله انه سياسات الدولة المصرية لا تخدم الطبقة المتوسطة وتساعد بقوة على وجود طبقة هشة وفقيرة ولا تساند الطبقة المتوسطة او تعظم من نسبتها في المجتمع هل الاجابة نعم ام لا الاجابة نعم والاجابة انه الحكومة مهتمة بقالها فترة طويلة بانها توقف انه الفقير ده ينزل عن كده يعني انها فكل برامج الحماية الاجتماعية اللي بتعملها بتحاول انها تحافظ على التلاتين في المية انهم ما يزدوش منع الانتحار منع الانتحار اللي هو فعليا خد بالحضرتك ده تحت خط الفقر العالمي ده مطقع وبالتالي الطبقة دي كل سياسات الحكومة راح على الحقل ده وكل السياسات الموجهة لدعم ده على حساب الوسطى وبالتالي انت عمال بتعمل نزيف غير عالي في طبقة الوسطى في كل الزيادات وبالتالي وده اللي هدائم نقول في حزب العدل احنا محتاجين نظرة ضريبية جديدة يعني مسألة الضرائب والرسوم في مصر يجب اعادة النظر ليه مسألة دعم المشاريع المتوسطة ودعم الاستثمار وبالذات المصانع المتوسطة والصغيرة دي مسألة بقت حتمية لانه هذه الارقام واللي نقدر نقول عليها انه بعد سنة من دلوقتي قد يجي الحلقة تاني بعد ما نعملها افضلت انا في رأيه انها هتكون صعبة جدا صحيح لا وبعاية كمان في حل عبقاري بيطرح للطبقة المتوسطة انه لما تقول لها انه يعني ايه تقول ان السار غلي فقولك ما تشترهوش فخلي انزل للهش يعني انزل للهش رسمي ناصبي فارزة اشكرك جدا سات النهاب عبد المنم امام رئيس حزب العدل امين سر لاجنة الخطة والموازنة في مرلمان المصري اشكرك لله